كل شي موجود بطريق المسير خارق للعادة فوق الطبيعي اليوم موجود في رأس البيشة أكبر راية بالعالم أكبر راية بالعالم موجودة هنا اللي أبعادها 320 متر مربع هذه أبعاد الراية والعجيب أنه شخص واحد يحمل هذه الراية شجلها تاريخ هذه أكبر راية بالعالم والآن راح تنطلق هذه الراية من رأس البيشة وفي كل عام تنطلق من رأس البيشة اللي يحمل هذه الراية أبو حسام نسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء مظلومية سيد الشهداء عليه السلام ليعلم كل العالم وليعلم كل إنسان يعيش تحت هذه الأرض أنه للحسين شيعة تحيا هذه المظلومية نعم أكبر راية هذه نعم هي أكبر راية كان هذه مساحتها لو كل سنة يتزداد كل سنة تزداد كل سنة تزداد هذه الراية كل سنة يتزداد حباً وعشقاً حسب حصوله على أعمدة أعمدة كافية تتحمل هذه المسافات باوتفاع السماء نعم بديت كم متر بديت؟ أنا بديت بثلاثة متر وهسا؟ بعد السقوط بديت بثلاثة متر والآن كما تشاهد وكما تشاهدون أيها الشيعة هي راية الثعر لسيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين نعم أول من انطلق من هذه المنطقة ها ويشهد بها أهلي بالفاو أنت والقدم الأول بالتجاه سيد الشهداء أنا والحمد لله وهذا الشيء تخلبي أول شخص وأول قدم وطعت أرض الفاو باتجاه سيد الشهداء من رئيس البيشة أنا من رئيس البيشة من البحر إلى النحر من البحر إلى النحر يعني هسين أنت أولاً أنت حامل أكبر راية بالعالم أثنين نعم أنت أول شخص نعم بطلق من رئيس البيشة نعم فعلاً نعم بحيث أنه كانت هنا أهلينا الفاو لا مواكب لا مشاية لا أي أمور خدمة له طبعاً بحر بحر نعم بحر موجود وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أبو حساب شون بشر يقدر يحمل هذه الرأي فقط أنت تحملها؟ نعم أنا فقط أحمل الرأي شون تحملها هذه؟ أخي العزيز أنا أتعامل مع هذه الرأي ليس بجسدي هذه الرأي تعمل بروحي بقلبي لذلك أنا بعد الآن ألسى أنه أحمل رأي مجرد تعمل مستحيل أتعامل بعشقي بحب للحسين بطلب الثاء مع الإمام كم نحصلية ليش اختارت تيجي من رئيس البيشة وكنت أول شخص يجي ويضع قدمة بهذا المكان؟ أنا اختارت عدة نقاط بالعراق نقطة من مقصر ونقطة من رئيس البيشة كما تشاهد نحن الآن في هذا الموقع ونقطة في دولة إيران أنطلقت خمس سنوات أمشي من دولة إيران باتجاه الشلام وثم بس هذه الأبعد هذه أبعد نقطة أكيد بالنسبة لمناطق الحدودية للعراق والساحل البحري للبيشة هي أبعد منطقة أبعد منطقة